السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام بكم متابعينا الكرام. اليوم ان شاء الله معنا التلفزيون ده تشيبة. عشرين بوصة واحدة وعشرين سيستم. زمان تشافين لحضراتكم طبعا التلفزيون. لو جينا حضراتكم كده ده شكل من بول ده بتاعته والشيس بتاعه. زمان تشافين حضراتكم بالشكل ده كده. هو اتنين فيوز هنا. فيوز مية وعشرة. طبعا اتنين متين وعشريت. وده شكل الشاسير اللي هو نفرغ من المنتصف. الشاسير اللي هو اتنوشيبة رقمه. هضراتكم اين هو? لو جينا حضراتكم كده نشوف المشكلة معنا. الجهاز هنا المفروض انا كده. الجهاز ده فاصل باور نهائي. لو جينا لكبنا. اصالنا الكهرباء. المفروض لنبضيق معي ما فيش اي اضاءة هنا زي ما انتشافين حضراتكم كده. ما فيش اي استجابة من الباور. ده بالشكل ده كده جاي التلفزيون قطع باور زي ما انتشافين حضراتكم. هنبدأ ان شاء الله بازن الله. نفك الشاسير من التلفزيون. ونبدأ نشتغل فيه الواحد وكده. لكن قبل من نبدأ الفيديو بتاعنا نسلي وسلم على نبيه الهدى سيدنا محمد. اللهم صلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد. الاولين والاخرين والملاع الاعلى يوم الدين. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله. طبعا حضراتكم دلوقتي الجهاز اللي معنا فاصل الباور. في خطوات مهمة. لازم نتباحها اما يجينا جهاز فاصل باور او برضه زي كده فيها مشكلة في الباور. يكون الجهاز قطع باور نهيئي معها باور. فاول حاجة هنعملها ان احنا هنكشف على كابل الباور دي اول شيء. الكلام ده المبتدئين والناس يعني لسه في بداية التعليم الصيانة. ده من الناس الفنيين يعني الكلام ده يعني مش هيفيدهم كتير. لكن ان شاء الله بازن الله آآ ربنا يسهل والفيديو كنو فيه للجميع ان شاء الله. هنبدأ كده حضراتكم. زي ما انتم شايفين كده اول حاجة هنبدأ بها هنبدأ بكابل الباور لازم ناختيب الكابل الباور اولا. طبعا زي ما قضعنا حضراتكم الكلام ده موجه للمبتدئين. بنبدأ كده حضراتكم لازم ناختيب الكابل الباور بتاعي اختب الكابل الباور ازاي? طبعا من الملتميتر على وضع او الجرس او البزر. همان شايفين هضراتكم كده. ببدأ كده. ازبق كده على بن من الكابل الباور معي. بعد كده هبدأ عيس البنين دول. شوف فيهم بداني سفارة. كده شغال الجنب ده. شوف الجنب التاني المفروض هنا. كده هضراتكم كابل الباور معي سليم. ما فيش مشكلة معي. دي اول مرحلة. تاني مرحلة ما احضراتكم اي انا هتنظر للبوردة كده. نظرة عامة. كسفات. قطع الكترونية. جمال قطع اللي موجودة عندك. شوف في اي مشاكل في اي قطع موجودة عندك. في قطع منفجلة. في قطع تلفة. حاجة بان عليها اه اثر احتراق. اه طبعا كل خطوات دي بتساعدك كتير انها توفر معاك وقت. فالنظر المبدئية والفحص المبدئي ده مفيد جدا وركزوا فيه لانك انت ممكن بسبب النظر الاولى دي تضيع مجهود كبير جدا لانك انت تقعد تفحص وتشتغل ويبقى في قطع قدامك فيها مشكلة لكن انت ملاحظتهاش اول ما فكيت الجهاز او فكيت البوردة انك انت ما ما بصتش كويس او ما نظرتش بطريقة جيدة للوحة معاك ده ممكن يسبب معاك في تعب ومنهوض مهضر معاك. فعلشان ما نضيعش مجهودنا بنبدأ كده نشيك على كل القطع اللي موجودة عندنا يعني بص على عيسات وعما كان الجهاز قطع باور معايا بقى انا معظم المشاكل معايا بتبدأ في المنطقة دي كده. هتتسلسل معايا في منطقة الباور دي هنا كده عن متى. فببدأ انظر له قطع الالكترونية مكسفات آآ آآ زي كده مثلا اللي معايا ده آآ مكسف الكبير آآ الفيوز آآ جميع القطع الالكترونية اللي عندك بتبدأ تنظر لها كده وتشوف اي في اي اي اصر احتراق عندك ديود آآ بفة زي كده متفاحمة ومكسف سراميتي تالف او مشروخ او فيه متفاحم بعد ما بتخلص كده نظر نظر مبدئ ايه زي ما انتم شايفين كده حضراتكم ومن الواضح ومش باين معي اي حاجة هنا غير حاجة واحدة فقط لغير اطلع زينا حضراتكم شوية كده عندي هنا الفيوز معايا شايفكم زمان شايفين حضراتكم اف تمامية واحد طبعا راكم البوردة عشان موضحوا لحضراتكم البوردة فشيبة سي سي بي طبعا راكمها الاولاني بي تمانية واعشرين ايه زيرو زيرو عشر اربعة واربعين زيرو زيرو ده راكم البوردة معايا طبعا حضراتكم راق الفيوز معايا ببدأ اول حاجة كده زي ما وضحنا لحضراتكم الفيوز بشكل واضح عليه الاحتراق طبعا انت ممكن تاخد هتيجي جاب فيوز تاني وتركبه وتقول مشكلة تحلت عندي لا ما تعملش كده ما تركبش الفيوز قبل ما تتم الخطوات اللي احنا هنتخزها معنا دلوقتي وهنتباحها علشان نتأكد ان مفيش مشكلة قدامنا لان انا دلوقتي لو انتو بتوصل الفيوز في الحالة دي لو في اي قطع تلفة هتزيد معايا هيزيد معايا الادرار ممكن قطعة تانية تتلف وممكن تحصل معايا مشاكل اكبر فانا لو وصلت على وضع الفيوز وهو محترق كده قبل ما تأكد من ان مفيش مشكلة عندي هنا ممكن المشكلة بدال ما قطعة واحدة تلفة ممكن كزا قطعة تتلف معك فطبعا اه خطوة الفيوز دي ده جنبا انه ما تحصلش معاك مشاكل طبعا الفيوز في حالتين في حالتين بيتلف فيهم الحالة الاولية ارتفاع الطيار ارتفاع الطيار لو الطيار ارتفع عن فولتو معايا الفيوز بيضرب معاك فولتو امبير معايا طبعا الفيوز ليه تحمل للفولتو وتحملو الامبير لو جينا حضراتكم هنا اركزنا شوية عندنا هنا اتلاقي الفيوز اللي معايا ده. 15 امبير. 250 فلت. في حالة ان الفلت زاد معي عن 250 ووصل 270-280. الفيوز ده بيدرب معي. في الحالة دي. وانا ما اظنش ان عندنا الطيار بيوصل ل 270 او 280. يعني او ممكن يكون ضرب حمل يعني عادي مفيش مشكلة. النقطة التانية سبب تلف الفيوز ان بيبقى فيه حمل معك هنا. في الضارات الكهربائية اللي موجودة معك. او الدوائر الالكترونية اللي موجودة معك. فالحملة ده بيتسبب في تلف الفيوز. تلف الفيوز بيبقى حماية للقطع اللي موجودة عندك دي. تمام? دول نقطتين اللي ممكن من خلالهم يطلب في الطيار. فانا لو تلف الفيوز ارتفاع طيار. ده بيش مشكلة. بيركب الفيوز وبشتغل تاني مفيش مشكلة. الفيوز تلف حماية للقطع اللي موجودة دي. احتمال ممكن تلاقي عندك مشكلة او كسر في داية البار معك. تثبت ان الفيوز تلف معك. نيجي هتراكم بقى للفحص المرحلة التانية الفحص ودي اهم مرحلة الصيانة الالكترونيات مش مش كل حاجة فيها تغيير اهم شيء الاياسات والفولت والفحص دي اهم نقطة دي بقى اللي بتحددلك ازا كنت شغال صح او مش شغال صح فنيجي كده هتراكم نبدأ كده اول مرحلة نتأكد يعني احنا قلنا الفيوز الفيوزة ازاي دي اول مرحلة معنا بعد ما فحصنا قبل الباور واتكلمنا عن الفيوز وليه لازم نفحص الاول قبل ما نغير لو جينا فحصنا كده هتراكم بمفروض الفيوز بيتقاس على وضع الديد او البازل او الزمار لما انت شايفين هتراكم كده مفيش معي اي صوت تمام ونيجي المرحلة اللي بعد كده هتجي باشرطا مكسف الكبير معي مكسف الكبير معي هو مكسف الالكو هبدأ ايز بازر برضو عالجنبين مفيش اي بازر معي او اي شرطة معي انا بقيس بازر هنا ليا عشان اعرف اللي هو يخص التقطيع معي او المسفت معي اه اه تالف او او بايز او في مشكلة لو محتوي في معظم او الاحيان بتلاقي باظر على المكسف الكبير لان طبعا عارفين ان الديرين الديرين بيتصل بموجة بالمكسف الكبير السورس بيتصل بموجة بالمكسف الديرين بيتصل بموجة بالمكسف الكبير والسورس بيبقى واخد على مقاومة للديرين طبعا هنا اي سي كامل هنا مزبزب ويسليتر واي سي في نفس الوقت اللي اتنين مدمجين مع بعض بيهم فلو جينا حضراتكم كده. كده انا عرفت ان ما فيش مشكلة عندنا. هرجع تاني. قبل المكسف الكبير بقى ايه الشور. هشوف فيه الديودات اللي معايا دي. على وضع الديود كده هشوف فيها مشكلة او ما فيهاش. بجي كده حضراتكم. معايا الديود اه. طبعا الديود والرمز بتاعه حرف دي. زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا. ده رمز الديود معايا. حرف دي. دي تلتمية وتمانية. بنقيس الديود ازاي? الديود بنقيسه بالطريقة دي. جنب هديك اراية والجنب التاني ما هديكش اراية. لكن ما ممكن يديك اراية من الجنبين لما يكون راكب على البرده في بعض الاحيان. هنا ممكن يديني اراية عالية واراية. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده كده. الاراية الصحيحة للديود هنا. كده الديود ده شغال معايا. اقارى في جنب معايا والجنب التاني ما قراش. كده ده شغال. اهم حاجة مكونش عندنا بزر. نفس الوضع الديود التاني. على جنب. هنا الداني اراية. هنا ما فيش. تالت نفس الوضع. داني اراية. ما الاربع ديودات. هنا بيبقى في اربع ديودات لازم ان تقسوا. ما فيش اراية. وهنا ما يخد اديني اراية. ده ما انتم شايفين حضراتكم. دول الاربع ديودات معنا. كلهم كده ان شاء الله سلام معايا. كده هوا. ده وده وده. تلاتة دول الاربع دول طبعا دول بيوحدوا الطيار من اي سي. اللي هو داخل من كابل الباور معايا من هنا. الى طيار دي سي. خش معي المكسف الكبير هنا. وبعد كده لطيار دي سي. بيدخل معايا على تنزوستر موسفت. وبيبدأ تنزوستر موسفت يقطعه عن طريق اي سيه المزبزب. بيبدأ يدي للتنزوستر موسفت. نبضة على الجيت بتاعه. ان هو يقطع بسرعة معينة. بتتناسب مع خارج الباور معايا. فطبعا هضربكم. هنا الديودات دي وزفتها انها بتحوالي. وهي والمكسف ده بتحوالي الطار من اي سي لدي سي. وعندي هنا هضربكم في دايرة الباور. هنا دي كلها فلاة الحماية. يعني عندي ده. ده عبارة عن محول ازالة التوتر وازالة تردودات العالية. ده بنستخدمه بيركب في معظم الاجهزة. بيبقى راكب في الشاشات. راكب في آآ تلفزيور. ده دي دائرة حماية فلترة. اللي انت شافين اقدمكم حضراتكم ده مكسف. ده مكسف فلترة وده مكسف ده ملوش قطبية. لا في سوق سالب ولا موجب. وده مكسف وده ملف حماية. ملف آآ فلترة وحماية من زيادة الطيار. يعني بيشيل التوترات العالية داخل من الطيار الاي سي طبعا. لان الطيار الداخل من هنا طيار اي سي. فده ملفين. هنا كل ملف طبعا الملف لو يستمجن منها يديك بزر. فهنا ده ملف وده ملف. ده ملف بيوصل لي خط. والملف التاني بيوصل لي الخط التاني. فالطيارين الخطين بيدخلوا على كل من دول كل ملف من دول بيدخل عليهم خط من الكهربا اللي هو المتين وعشرين فولت. ففي حالة لو ان حصل اطعف احد الملفات الجهاز بيفصل معك باور. فبتقيس الملف ده ازاي? بتوصل على الوضع البزر برضو. زي ما نوضعه لحضراتكم. طبعا هو ده مش مش موضوع الشرح بتاعنا لكن انا بحاول لوضع لحضراتكم. بعد النقاط اللي ممكن هتفيدكم في الشغل ان شاء الله. وبرضه عشان خاطر المبتدئين يفهموا الدوائز دي ما شغلت ازاي? ده ملف معي لو جين ايسنا كده على اطرافه. هنا حضراتكم زي ما انتم شايفين شكل الملف هو او علامة الملف على البوردة معي. بالشكل اللي تشوفوا حضراتكم ده كده. طبعه عبارة عن سلك ملفوف. حوالين بقى دايره. حوالين مسلا قطعة نحاسية. قطعة حديدية. قطعة مغماطسية. وده شكل وشكل. طبعا انا معي ملفين ملفين اوه? وملف اوه. المفروض انا لو قست من هنا الهنا يديني بزر. لان ده ملف سلك واحد وملفوف. الله وعظم الله. نرجع لحضراتكم بعد الازامة. طبعا حضراتكم طريقة اختبار الملف معي هيقب على طريق ان انا هزبط الافو معي الوضع الدايد. الصفارة. لازم ان يديني صفارة من هنا كده انا عندي هنا ده ملف اوه. اه. كده صفارة. كده صفارة ده شغالة. لو اتبعنا وقتود دول حضراتكم. وجيناك كابل البار هتلاقيه وصل بكابل البار مباشرة هنا. زي ما تشوف حضراتكم دلوقت. ده كابل البار بتاعي اوه. المتنسف على صوات اللي جنب دي. ده كابل البار معي لو جيناك ايسنا كده انا ماسك فلدة من فيش اوه. لازم ان هتلاقي فلدة تديك صفارة. اوه زي ما انتم شاكينها ادراكم. اه ده الفيشة ايه? فلدة التانية. طبعا عشان الفيوز تالف عندي مش هتديني صفارة. لان طبعا الملف ده او المحاول ده وصل بعد الفيوز. فانا المفروض كده لو وصلت الفيوز واست هنا هيدينا صفارة. ده خطين بتوها الفيشة بيوصلوا عليه مباشرة هنا كده واحد هنا وواحد هنا. لكن في خط منهم بيبقى وصل عليه الفيوز معي. اللي هو معي ده. فكده حضراتكم في خط وصل خط التانية طبعا اللي هو وصل على الفيوز المفروض لو ركبت الفيوز هتديني صفارة على وضع الدايو. ده الملف اللي موجود معي زي ما وضحنا لحضراتكم. طبعا نيجي بعد كده اللي هو النقطة اللي بعد كده. كده حضراتكم احنا في حصن معظم الكتعة ما في هاش شورت. نيجي بعد كده انا كده في حصن المنطقة اللي هي قبل قبل الشوبر كل شغلنا فيها. اللي اسم المقاومة دي المفروض المقاومة دي هاد يديني بازر. ولو خلحتها. ازا ما انت شايفين حضراتكم سبع وقت. تلاتة وتلاتة قوم. هاد يديني بازر سعو موجودة او مخلوعة لو ما ديتكش بازر بتصص الجهاز باور برضو. دي مقاومة حضرية. طبعا من حضراتكم كده يعني اعتبر احنا الخطوات الاساسية اللي احنا نقدر نقول من خلال هنقدر نركب الفيوز. كده احنا قمنا بها. يعني كده حاليا انا ما فيش اي شرطات عندي موجودة هنا. ما فيش اي مشكلة معايا. كل المكاسب الكبير معلش شورت. واعتبر الموس في الترانزيستر او الاي سي الباور ده كامل في موس في الترانزيستر او الاي سي الباور معلش شورت. لو الشورت معايا هنا. لان انا هيست مكاسب الكبير معلش شورت. الديودات سليمة. ما فيش معايا غير الفيوز اللي تالي. فانا المرحلة الجارية بابدأ اركب الفيوز. وبابدأ اشوف ايه الوضع معايا. استخرجت هنا حضراتكم معايا الفيوز اوه. نيجي نقيس الفيوز ده طبعا طلحته من جهاز عندي. نيجي نقيسه كده على الوضع البزر. نشوفه شغال او مش شغال. زي ما انت شايفين حضراتكم الفيوز معايا شغال. هبدأ اخلق الفيوز القديم. وهنركب ده. ونبدأ نشوف مع حضراتكم النتيجة. طبعا حضراتكم انا ركبت الفيوز هو. زي ما انت شايفين حضراتكم. هنبدأ كده المرحلة الجاية ان احنا نعمل كست. طبعا انا بفضل لان اشتغل ع السريا. في ناس ما بتحب يشتغل عليها وفي ناس بتشتغل عليها لكن السريا حماية بصراحة. اه انا بحب اشتغل عليها بحيز بتوفر معايا. لو في مشكلة عندي برضو في الباور هتلاقي اللامبة نولت معاك الحملة بيوصل علي اللامبة توالي. فبتحافز معاك علي البوردة برضو. لكن انت برضو يعني تأكيد ان احنا اشتغلنا الشغل الصحة يعني عملنا الشغل الصح المفوض يتعمل. فانيه كده حضراتكم. هبدأ انا اوصل كده. نشوف ما حضراتكم كده بعد ما وصلت كده هشوفوا اللامبة. ما فيش اضاءة لكن نيجي نحضراتكم كده. نيجي نفحس ونشوف. زي ما انت شوفين حضراتكم الجهاز اضاء معايا لامبة حمرة. معنا كده ان الجهاز فضع تشغير للحمد لله كده. بعد ما كشفنا كده يعني ان شاء الله الجهاز هيشتغل معاني. لكن طبعا اه يعني هنبدأ نقيس الجهود برضو ونتأكد نشوف الجهود اللي موجودة معاني ايه? في الجهاز معايا. وتأكد من الضغوطات اللي موجودة معايا. قبل ما افتح الجهاز واشغاله باور. نيجي كده على وضع دي سي. ونبدأ كده حضراتكم. طبعا. انا هيقيس هنا. هيقيس هنا بعد الشوبر بقى. فهازبت على اي ارض كده. اي ارض معي في اي مكان. انا مسلا ارض التيونر هنا حتى. انا هيقيس بعد الشوبر اشوف خارج معايا كام? وليجي هنا حضراتكم في ديوب معي هنا ووه. ده عليه سبع فولت ايه مروض بتبقى عشرة بعد التجريب. معي هنا المفروض فيه مية وعشرة. بتبقى سبعين فولت والجهاز على ده ستان دو باي. سبعين فولت ايه? بعد ما بتبتح الجهاز بتوصل معك لمية وعشرة. طبعا حضراتكم فيه. ايه تاني معنا هنا. فيه جهود تاني معايا حضراتكم هنا. ده هو برضو جهود المية وعشرة. ديوب المية وعشرة. طبعا معي الجهودين العشرة فولت. والمية وعشرة حضراتكم. طبعا المية وعشرة دي فيه حاجة ده. بقية الجهود طبعا انت انت كده في جهود تاني نقصة. يعني هنا الجهاز ده هنا مفيزه الجهدين. عشرة فولت وسبعين فولت او عشرة ومية وعشرة. ده بقية الجهود فينة باش مهندس. يعني عندي بيشتغل على يعني من اتناشر فولت خمسة وعشرون فولت. تقريبا هنا خمسة وعشرون فولت. فين الجهد بتاعه? يعني لو جينا على هنا كده حضراككم. ده الديود اللي بيغزيه. هنا. فين الجهد اللي عليه نشوفه حضراككم كده عليه جهد او معلاش? نفيش اي جهد عليه. والجهاز على الوضع لو شغلت الجهاز جهد الفولت هيخرج. طب ازاي الفولت ده حرج. بس عدراككم بقى. هنا اللايين ده زي محاول الشوبر ده. بيغضل مية وعشرة وبيخرج منها فولتات ليسي الفرتكال هنا عشان يشغلو معنا. بيخرج منه غلط تاني. يشغل معايا. اللي بيخرج للسكت معايا. فيعني مش مختص فقط لغير. يعني جهد المية وعشرة ده بيخش يغزي معايا. بيخش لللاين واللاين بيبدأ يخرج الضغوطات التانية. يعني جهد يتغذية معايا. هيخرج معايا بعد بعد ما اضغط على زر الباور. الجهاز بدي معايا هنا بيرفع لمية وعشرة. المحاول اللي معايا محاول اللين ده بيبدأ يشتغل. وبيبدأ يخرج الضغوط الباقية. جهد المية وستين فولت. وجهد تغذية الفيرتكال اللي معايا ده. بيخرجه بعد ما تضغط على فاي مشكلة معاك. ده محروح. ممكن الفيوز ده يضرب معاك. او لو في مشكلة في المية وتمانين الفيوز يضرب معاك او الجهاز يقفعلا بحمر زي كده. زي الوضع ده كده. فنيجي حضراتكم كده. نبدأ نضغط على زر الباور ونقيسوا الجهود بعد ما ضغطنا على زر الباور. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا. في حاجة لازما نعملها قبل ما عشان ما نيزيش نفسنا. نقص الجهاز باور. لازما اخد بالك من النقطة دي. عندنا هنا تلانشط اللايين دي. بيعيدها عنك. ربنا بيعيدها عندنا خالص. لازم ان تبقى بيعيدها خالص كده عنك. ويعيدك يعني ما طاعت فيها كده على حاجة. وتسببتها بقى اي شيء بيعيد عنك. عشان ما تسببش معاك في مشكلة زي كده. عشان نبدأ نعرف نشتغل لان طبعا هي بتخرج فولت عالي جدا. يعني صعب بيعاد يعني تلاف تلاف فولت تقريبا وحاجة زي كده. فنجي حضراتكم كده. نرجع التاني لمرجوعنا هفتح الجهاز باور. ناسف على اصوات اللي جنب دي المحل في الشرع طبعا احنا بتحكمش في الاسوات. وطبعا وقت وقت الشغل برضو. آآ دلوقتي علشان برضو ما بيعش اليوم عشان اقعد لاخر دي ما صور التلفزيون مستعجل فلا حد بصورة مع حضراتكم دلوقت. طبعا بعد ما فتحنا الجهاز كده حضراتكم. ابدأ كده. ايس كده معي بازبت على ارض هنا. باجي كده نقيس الجود اللي كانت معنا هنا. معي هنا ربعتاشر بولت نزلت لسبعة بولت. معي هنا مية وعشر مية واربعتاشر خرجت معي. المفروض معي هنا ده جهد معي. وحضراتكم دلوقت. ده حضراتكم جهاز تغذية معي. نجي كده لو جينا كده اسم الجهاز اللي موجود عليه نشوفه معي حضراتكم كم دلوقت. سهعد ربعتكم الجهاز اللي عليه سبعة وعشرين بولت موجود معي هوا. ومعي جهود المية والتمانين برضه حضراتكم. ناخرج معي من الليل مية وستين اوه زي ما انتم شايفين حضراتكم. كده حضراتكم زي ما انتم شايفين الجهود كلها موجودة معنا. باقي هنركب كده ونعمل كست على الجهاز ونشوف النتيجة معنا ايه بعد ما نحمل ونركب او ونوصل للجهاز ونشوف بعد ما نحمل عليه كده. هنشوف الوضع ايه معنا. خفص للجهاز باور. ونروح للتلفزيون. زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهاز يشغل معي تمام طبعا ما فيش اي مشاكل. طبعا الجهاز كان بيفتح ويقفل لان او اليوكو ما كانش راكل فيه. وطبعا الدالة ما كانتش كاملة فكانش تشغال باور ما كانش شغال الليل ما كانش شغال على طرق الجهاز يفتح واقفل معك. علشان ما كنش مركبين اليوك. فلو جينا حضراتكم كده اوه. زي ما انتم شايفين كده طبعا بعض الناس ممكن برضو عشان برضو ما حدش يعلق يقول لك كنت غيرت الفيوز وخلاص احنا ما نفعش نغير الفيوز بنفس الطريقة في اي جهازة تشتغل فيه. جاي الفيوز عندك التالف تعرف ان الفيوز ده تالف من بسببين. ياما سبب الارتفاع في الطيارة اللي داخل الجهاز. اللي وقتين وعشرون فولت. الكهرباء المتين وعشرين. او سبب ان في مشكلة عندك حمل في الدوائر الالكترونية عندك تسبب في تالف الفيوز. ياما شرط. ياما قطعة محملة بتزخن. ياما في حمل قدامه تسبب في تالف. في الحالتين تعمل تالف عندك لازما تبدأ انك انت تقيس وتبدأ تشتغل زي ما شفت حضراتكم كده. لان بتتبعنا للمنطقة من اولها الاخيرة. بتأكدنا ان ما عندناش شرط. كده خلاص ابدأ اوصل باور وابدأ اعمل تيست واجرب براحتي. مفيش مشكلة. نيجي حضراتكم كده هنورر حضراتكم الجهود اللي موجودة طبيعية على الجهاز بقى. علشان انتم باستفدتم والفيديو واستفادة كاملة. دي الشاسيتو شيبة معايا. هنورر لحضراتكم الجهود اللي موجودة عليه كلها كام? جهود خارج الباور حضراتكم. هتبدأ معايا. حسبت انا كده على اي ارضي طبعا انا يقيس بعد الشوبر الخارج خارج الباور فانا بازبعت على الارض الخارجي الارض البارد. اي قطعة كده معدنية. عندك هنا على المخارج دي. او التيونر او اي قطعة معدنية متصلة بالقضي. ده بدي اوصل عليها. طبعا عندي هنا خارجين السيين. تلاقيهم موجودين معاك. هتلاقي اربعتاشر فولت وهتلاقي مسلا هتلاقي مية وعشرة. فلو جينا كده حضراتكم. هنا معايا فيها اربعتاشر فولت ايه? على الديود اللي معايا ده. وعندي هنا ديود تغزية المية وعشرة. موجود معي. طبعا الشاسات التوشيبة موجود مية واتماشرة حضراتكم ايه? طبعا الشاسات التوشيبة مختلف عن الشاسات الصيني. كده انا فيه فولتات نقص عندي تاني. فيه عشرة فولت عندي. وفيه اه خمسة وعشرين فولت او عشرين فولت مثلا ومعايا جهد المية وستين برضو ناقص. كل ده في الشاسات الصيني بيخرج بعد الشوبر على طول. انما هنا الوضع مختلف. الجهود دي ما تخرجش من الشوبر او ما تخرجش من دارة البور بقيت الجهود دي بتخرج معايا من اللاين. يعني عندي جهود اللي هنا لو جينا شوفناه حضراتكم كام? هنا اوه موجود معايا سبعة وعشرين فولت. عندي هنا الديود بتاع اي سي الفيرتكل زي ما وضحناه حضراتكم هنا. اوه. ده الديود بتاعه او ديود التغذية بتاحته على جهة دي التغذية. سبعة عشرين فولت. عندي هنا خط المية وستين فولت. المفروض معايا ستة او مية وستين بتخرج معايا للسكت. او مية وتمانين فولت. زي ما انت شايفين حضراتكم. مية وتمانين خارجة معايا على سكت الشاشة ايه. معايا من كابل كابل اللي موجود معايا هنا ده. كابل تغذية سكت الشاشة زي ما انت شايفين حضراتكم. مية وتمانين فولت اللي هو الكابل اللي معايا ده. كده حضراتكم معظم الجهود خرجت معايا والشاسي شغاله والموضوع كده تمام ان شاء الله ما فيش مشكلة معنا. آآ طبعا حضراتكم كده يعني مش عايزين نطول الفيديو اكتر من لازم. وهيكون الفيديو بتاعنا خلص مع حضراتكم النهاردة. واي حد عنده تعليق او الصفصار يتركوا اصفر الفيديو. ما تخلقش علينا بانك تلغط لايك او تشارك الفيديو مع الناس عشان برضو نستفيد ازاي حضراتكم. ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم. بالسلام والاسلام على الاشرة في خلق الله سيدنا محمد. اللهم اصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد. في الاولين والاخرين والمالع الاعلى اللي امد بيه. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.